أقيم في المركز الثقافي بالسويداء فعالية للتأكيد على دور سوريا المقاوم والداعم للقضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت بوصلة السوريين سوريا تقرأ من أجل القدس تحت هذا العنوان أقيم في المركز الثقافي بالسويداء فعالية للتأكيد على دور سوريا المقاوم والداعم للقضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت بوصلة السوريين الفعالية حضرها شيخا عقل طائفة المسلمين الموحدين الشيخ أبواء الحمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع إضافة إلى حضور شعبي ورسمي وممثلين عن مؤسسة القدس الدولية سوريا كانت دائما وأبدا تحمل هم القضايا القومية العربية وهي قدر العرب وهي الدولة التي كانت دائما تعتبر ممثلة إلى القضايا القومية العربية وكذلك الأمر هي قضيتها الأساسية والمركزية فلسطين سوريا ما زالت حاضنة للنظرية الأهم أن القدس فلسطيني البوصلة الأولى للأحداث الكارثية التي تحدث في سوريا فبرغم الأحداث الكارثية نحن لم ننسى القضية الفلسطينية قدمنا لها أيضا دماء وقدمنا لها دعم سياسي وقدمنا لها أيضا دعم اقتصادي فنحن هنا أيضا لنعبر من خلال هذه المحافظة وتاريخ هذا المحافظة الطويل العريق أن القدس فوصلتنا وفلسطين قضيتنا هذه الندوة تحمل بعدين اثنين الأول البعد الثقافي لما أهمية الثقافة الوطنية الجمعية التي تنادى بها الثوار سابقا واليوم تنادى بها المقاومون فهذه المقاومة التي هي وليدة الثورة الثقافية الوطنية القومية وأيضا البعد الثاني هي البعد التاريخي فالثورة الفلسطينية منذ فجر التاريخ قد أسندت من الثورة السورية الكبرى المشاركون أكدوا أن فلسطين كانت ولازالت في قلوب ووجدان السوريين الذين حملوا قيم الأجداد الذين كانوا من أوائل المدافعين والمقاتلين من أجل فلسطين ترجمة نانسي قنقر